الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جيم بينغ في قمة افتراضية في أول لقاء من نوعه على الطاولة قائمة طويلة من الخلافات من التجارة والملكية الفكرية وحقوق الإنسان صعودا نحو بحر الصين الجنوبي وهونغ كونغ وتايوان والتي شكلت محورات تحذيرات متبادلة بين البلدين قبل ساعات فقط من المباحثات في المقابل حديث بايدن عن حواجز حماية لمنع نزاع مفتوح بين البلدين يصف شي جيم بينغ بايدن بالصديق القديم ويدعوه إلى علاقات قوية وثابتة وإلى خطوات فعالة لتوجيهها على الطريق الصحيح ففي أي طريق ستسير العلاقات الأمريكية بعد الآن وما الذي سيتغير على قائمة الخلافات هذا هو ملف هذا الأسبوع من على الحدود مساء الخير نظر một هي ربطة تحذير المباحثات ولكن هذا لا يجب عليك نظر دخل من تجهيها على الطريق الصحيح ولكن مع الاجتماعي حول الاجتماعي قبل تحذير الاجتماعي نظرنا قد يتجانا ربطة تحذير من تجهيها أراحكم لدينا أنه كان يجب على حدود ولكن لدينا تحذيرا ولكنينا في حيث الموطرات سنتظرنا بسرمان ربطة تحذير من امتاعدة تحذير من خلال لإنسان أن المعارضة بين الناس لا يزال إلى المنزل اليوم سوف نتحدث عن هذه الأطلاق فيما يكون هناك أشياء من العملية للحياة إلى الإجتماعية لإنسان أن المعارضة ومعارضة للإدو-Pasific لن نتحدث لاحقاً لاحقاً يتحدث عن ما يفكر أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة على الرابط إذن الشرق.com والإجابة عن السؤال استطلاعنا السؤال هل تصير نتائج قمة بايدن إذن وشي جيم بينك في صالح الصين أم الولايات المتحدة الأمريكية إذن يمكنكم متابعة النتائج بحسب مشاركاتكم على الشاشة إذن 20% قالوا للولايات المتحدة الأمريكية و80% قالوا للصين لمناقشة ملف هذا الأسبوع من على الحدود أرحب بضيوفي الكرام من واشنطن مسؤول المكتب الصيني في وزارة الدفاع الأمريكية سابقاً سيد جوسف بوسكو أهلاً وسهلاً بك ومن لندن كبير المحاضرين في العلاقات الدولية والدراسات الأسيوية الحديثة سيد شين ليو أهلاً وسهلاً ومن جدة رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن سقر مساء الخير إذن نرحب بضيوفي الكرام ولكن ابقوا معي نستعرض هذا التقرير ثم نعود لنبدأ النقاش معاً نتابع لو سمحتم ترجمة نانسي قنقر 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 أظن أننا يمكننا أن نفهم ذلك في هذا السياق إلى درجة معينة ولكن من المهم أيضا أن نقول أن طبيعة العلاقات الصينية الأمريكية هي غير مسبوقة تاريخيا لم نرى قد أي دولة قوية أو دولتين قويتين تعولان على بعضهما البعض ثم يتعلق بالشق الاجتماعي والشق الاقتصادي أيضا وهناك هذه الأيديولوجية أيضا والمصالح الاستراتيجية التي تتضارب أو ربما هناك منافسة بينهما إذن ربما هذه هي أساسات الآن فهم وتفهم الحالة الجارية إذن بالنسبة للصين أن الصين فهمت أنها ستستفيد من هذا التقارب الصيني الأمريكي الذي شهدناه على مضاء السنوات الماضية إذن طبعا بالنسبة للقادة الصينيين يودون أن يزيدوا التعاون والمشاركة مع السلطات الأمريكية التغير المناخي خير مثال عن هذه الأرضيات المشتركة للتعاون بين هاتين القوتين العظميين والتقارب فيما بينهما وأظن أيضا أن الصين بالطبع الآن تجري هذه التقدمات فيما يتعلق أيضا بطريقة التفكير التي تعول على الاقتصاد الأمريكي من خلال هذه العلاقات الاقتصادية التي ستدفع قدما ربما مساء الأخرى من التعاون الاستراتيجي من أجل خفض التوترات بينهما نعم بالطبع أظن أن هذه بداية الطريق الآن وليست نهايتها طب هنا أنتقل دكتور عبدالعزيز الرئيسان ناقشوا أيضا عدد من القضايا ما يهمنا والأقرب جغرافيا بالنسبة لنا كان الحديث أو نقاش بحسب البيت الأبيض مسألة أفغانستان وإيران كيف ترى مستقبل بحسب تقديرك التنصيق الأمريكي الصيني فيما يتعلق بإيران وأفغانستان ونحن نعلم بأن مواقف هذه البلدان بالعلن هي مختلفة تماما ولما سأل خير لك ولضيوفكم وهذه الشرق في كل مكان حقيقة الصين مهتمة جدا بالمنطقة بالنسبة لنا ولكن اهتمامها انصب البعد الاقتصادي بشكل كبير هي لها علاقة قوية مع باكستان هي تتخوف من التحالف الجديد الهندي الأسترالي الياباني الكوري البقية الولايات المتحدة الأمريكية منه هذا الهدف الأساسي منه هو تطويق الصين لكن بالمقابل الصين تميزت بعلاقة مع إيران ومع باكستان فهي الشريك الاقتصادي الأكبر بالنسبة لهم الصين ترى أن الانسحاب الأمريكي السريع من أفغانستان ربما له تداعيات على الساحة الصينية وبالمقابل وجدنا بعض وسائل الإعلام الصينية تؤكد بأن بعض الايغور تلقوا تدريباتهم من قوة طالبان وهذا يحاول أن يربط بين موضوع الايغور وموضوع طالبان والعلاقة فيما بينهم الايغور اهتمت تركيا بحكم الجذور أن الايغور لهم ارتباطات وجذور تركية كانت هي أكثر دولة اهتمت بهذا الموضوع ما يعنينا هنا في المنطقة بالتحديد هو أن أي خلاف أمريكي صيني يقود إلى حرب باردة سوف يفرض علينا ضغوط معينة لانت لا تنسي أن دول الخليج وأكبرها المملكة العربية السعودية هي المصدر الأكبر للصين للنفط أكثر من حوالي 17% من استيراد الصين من النفط يأتي من المملكة العربية السعودية بمعنى أن مليون وسبعمائة ألف برميل تقريبا تأتي من المملكة بقية دول الخليج تمثل بقية النسبة فإذا أكثر من 33% من احتياجات الصين من الطاقة تأتي عبر مضيق هومز من دول الخليج ولذلك هذه مهمة فأي تصعيد في العلاقة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ربما يفرض أجندات معينة بالذات الولايات المتحدة سوف تكون مهتمة بأن تفرض على حلفاءها والمقربين منها مواقف معينة تجاه الصين هذا ربما يؤثر من ناحيتنا لكن البعد الأمن الإقليمي الصين دائما تدعي أنها لا تتدخل وتأخذ موقف متوازي من جميع الأطراف ولكن بالمقابل لا يمكن إغفال الدور الصيني وتناميه وقوته وتصاعده في المرحلة القادمة وبالتأكيد أن مرحلة ما بعد كوفيد-19 أو مرحلة كوفيد-19 فرضت اليونيلاترال بمعنى الثنائية في العلاقة وليس الإقليميات العلاقة والتحالفات الدولية التي كانت موجودة ولذلك مهم جدا أن ننظر إلى تطور التصعيد الصيني الأمريكي وكيفية نعكاس علينا في المنطقة بدرجة أولى طيب ديوف الكرام ابقوا معي أتوقف عند الفاصل الأول في هذه الحلقة ثم أعود لحضراتكم إذن ما هي نقاط الخلاف العالقة بين الصين والولايات المتحدة بعد قمة شي جينبينغ وجو بايدن وما هو سقف التوافق في العقيدة الأمريكية والصينية الحالية بعد قليل شهدت العلاقات الصينية الأمريكية تصعيدا تجاريا وجيو سياسيا تدريجيا منذ تحول الولايات المتحدة نحو محور آسيا في عهد باراك أوباما وشكلت ولاية الرئيس دونالد ترامب محطة مثيرة في مساع احتواء النفوذ الصيني الملف الأول التجارة في بداية العام 2018 أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربا تجارية على بكين أكبر شركاء بلاده التجاريين عبر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والتي ردت بخطوات مماثلة في تحدي كلفهم جميعا أكثر من 735 مليار دولار في يناير من العام 2020 وقع البلدان مرحلة أولى من الاتفاق التجاري ولكن القضايا الأساسية لا تزال عالقة الملف الثاني هواوي يأتي الصراع صراع السيطرة على سوق الاتصالات اتصالات الجيل الخامس في أبرز خلفيات التوتر التجاري بين بكين وواشنطن والتي وضعت الشركة على قائمتها السوداء إلى جانب شركات صينية أخرى في مجال التكنولوجيا الفائقة الملف الآخر أيضا هو بحر الصين الجنوبي حيث شيدت الصين جزر صناعية في بحر الصين الجنوبي والذي يعتبر ممر تجاري حيوي فضلا عن احتياطاته من الطاقة أيضا أصبحت تلك المنطقة ساحة استعراض عسكري بين الصين والولايات المتحدة ودول أخرى في تأجيج لمخاوف العسكرة أيضا أحد الملفات الهامة هو تايوان حيث أصبحت تايوان في الفترة الأخيرة محور خلاف محتدم بين الولايات المتحدة والصين والتي تعتبر هذه الجزيرة جزءا من الأراضي الصينية أيضا هذا الملف الهام هونغ كونغ حيث أصبحت هونغ كونغ ساحة خلاف بين الولايات المتحدة والصين وذلك بعد احتجاجات مناهضة لسياساتها هناك وأدرجت بكين تعديلات على قانون الأمن والذي اعتبرته بكين محاولة لتعزيز القبضة الصينية على الإقليم وردا على ذلك ألغت الولايات المتحدة امتيازات كانت تمنحها لهونغ كونغ باعتبارها مركزا ماليا عالميا أيضا أحد الملفات المهمة هو الإيغور حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين وعلى شركات ومؤسسات صينية بتهمة انتهاك حقوق الإنسان في مقاطعة شينجيان إذن بعد ما استعرضنا هذه القضايا الخلافية الأهم بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أعود لاستئناف هذا النقاش وأسأل ضيفي من واشنطن سيد جوزيف بايدن ناقش حرية الملاحة التحليق الآمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أكد عزم الولايات المتحدة على الوفاء بما وصفه بالالتزامات في هذه المنطقة بالتالي هل نتوقع أي تصعيد في المرحلة المقبلة في بحر الصين الجنوبي؟ نعم أعتقد أنه على المدى القريب سيكون هناك توترات في هذه المنطقة لأن الصين لا تزال تختبر نوايا الولايات المتحدة الأمريكية وهي تقوم بذلك بطريقة مفرطة يجب أن لا ننسى أنه عندما بدأت الصين بتدمير الشعب المرجانية من أجل بناء الجزر الاصطناعية على أيام أوباما وهناك هذا اللقاء بين البلدين وقام الرئيس شي عندئذ أن الصين لن تعسكر مبنته من جزر الاصطناعية ولكن رأينا العكس تماما مع عسكرة هذه الجزر وبناء المنشآت العسكرية وهذا ما يري هذه السلوكيات العدوانية والنوايا العدوانية الصينية هناك إذن في حال استتباع الصين في هذه السياسة العدوانية نعم الولايات المتحدة الأمريكية ستستكمل عدوان في الرد ولكن أستراليا اليابان ودول أخرى حتى أوروبية تود أن تضمن حرية الملاحة والنفوذ إلى هذا البحر إذن كل هذه البلدان ستندد بالسلوكيات والتصرفات العدوانية الصينية إذن نعم في المستقبل القريب أن الصين ستستكمل في اختبارها هذه النوايا وردت فعل الدول الأخرى لترى إلى أي مدى يمكنها أن تصل قبل توصل إلى اتفاق ربما بينها وبين هذه الدول أو ربما مع الفلبين فيما يتعلق بهذه الجزر وأن الفلبين ربما تجبر ببعض بنود هذه الاتفاقات إذن هناك هذه الآن نعم فكرة التقدم في العلاقات بين الصين وهذه الدول ولكن هل الصين هي الشريك الموثوق به الآن من أجل الحفاظ على الأمن أو الولايات المتحدة الأمريكية إذن نرى هذه التغيرات الديناميكية في المنطقة وحتى في أوروبا بسبب السلوك الصيني الآن إذن الأمر يعتمد على تغير هذا السلوك أو استكماله في المضي قدما ربما مع هذه السياسات التي تتصق أو لا هنا أسأل ضيفي من لندن سيد شين ليو عن ملف آخر أيضا يثير التوتر بين واشنطن وبكين عن تايوان بالتحديد الرئيس الصيني اعتبر أي محاولة لاستقلال تايوان هو لعب بالنار هدد بإجراءات حاسمة بهذا الصدد لماذا هذا الكلام من قبل الرئيس الصيني هل هناك معلومات هل هناك توجه بأنه بالفعل سيحصل تصعيد في تايوان في هذه المرحلة أظن أن المسألة التيوانية هي غاية في الأهمية طبعا لأنها مسألة ذات أهمية بالغة الآن في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين هذه العلاقات التي تعتمد على هذه الاستراتيجية أيضا الصينية ولكن بالنسبة ليصعب التنبؤ بما سيجري في تايوان ربما هناك حوادث قد تطرأ ولكن في المقابل يمكننا أن نرى أن الرئيسين أعربا عن هذه النية وهذا العزم ربما من أجل مراقبة التوترة والسيطرة عليها لخفضها في المنطقة وهذا ما يصب في مصلحة الطرفين إذن الآن نعتبر مسألة تايوان بطريقة أولا الولايات المتحدة الأمريكية تتفهم الموقف الصيني منذ أربعين عاما وتعرف أن الصين تعتبر تايوان أنها أراضي صينية وهذا لم يتغير وهناك أيضا هذه البيانات الثلاثة التي تشدد على ذلك وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أن الصين ستطالب بهذه الأراضي وأن الصين لم تتحدث عن استخدام العنف ربما أو عن القوة في تايوان إذن الأمور شبه واضحة ولكن الآن لماذا نرى بعض التوترات أو بعض التصاعد في التوترات هذا يعود إلى الحالة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وتطوراتها إذا ما رأينا التوترات بين هذين البلدين يمكننا أن نفهم المشهر اسمح لي أنتقل سريعا لسيد جوزف من جديد وأسألك عن نفس هذه القضية قضية تايوان بايدن قال بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بسياسة صين واحدة هل هذا تنازل أمريكي مبطن للصين في هذه القضية قضية تايوان سيد جوزف يجب التفرق بين السياسة المعتمدة في الصين كمبدأ والسياسة المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية كإقرار بهذه السياسة ولكن أن الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت هذا الموقف الواضح نعم نحن نفهم الموقف الصيني ولكن نظن أن قضية تايواني يجب أن تحل بطريقة سلمية وبما يتماشى مع تطلعات الشعب التايواني إذن هذا ما يفرق الموقفين إن الصين الآن تقول نعم أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم وجهة نظرنا ولكن كلا هذه هي المفارقة بين مبدأ الصين الواحدة وسياسة الصين الواحدة ولكن ربما هذه المصطلحات هي تكمن فيها التغيرات المفارقات هنا أذهب لضيفي من جدة دكتور عبد العزيز بن سقر ما الذي يعني هذا التنافس الأمريكي الصيني بالنسبة للدول العربية في قضايا مختلفة هل يمكن اللاعب على تناقضاته من غير ربما التعرض لعقوبات أمريكية أو ضغوط أمريكية من أجل ربما عدم التحيز أو التقارب مع الصين على حساب العلاقة مع أمريكا كيف تقدر هذا الموقف حضرتك إضافة للنقطة السابقة التي تفضلت فيها الكونغرس الأمريكي كان صدر قرار بعد 79 ميلادي حينما الولايات المتحدة اعترفت بالصين وسيطرتها على المنطقة للسماح بتسليح تايوان للدفاع عن نفسها أيضا المناورات العسكرية الأخيرة التي تمت في بحر الصين كانت محل شكوك من قبل الصين والصين وجهت تحذيرات كبيرة واعتبرتها لعب بالنار فيما تعلق بالمنطقة العربية العلاقة مع الصين ما زالت علاقة بائع ومشتري بمعنى الصين تورد لنا السلع الاستهلاكية وتشتري من المنطقة السلع الأساسية بالنسبة لإحتياجاتها سواء النفط والغاز أو بعض المشتطات وأيضا تقوم هي ببعض أدوار فيما تعلق بالتنمية ولكن الصين احتفظت بعلاقات متوازنة إلى حد ما ودائما كانت قراراتها فيما يتعلق بالمنطقة متوازنة على سبيل المثال في 90 ميلادي حينما غزل عراق الكويتي هي امتنعت على التصويت ولكن لم تؤيد وجود القوات الدولية في ذلك الوقت في سوريا اتبعت السياسة الخاصة بروسيا واختبأت حول روسيا في قراراتها فتحفظت على خمسة قرارات دولية فيما يتعلق بالسوريا والوضع في ذلك الوقت ولكن تطور العلاقة الاقتصادية هو قائم على رغبة الصين في الوصول إلى مناطق مهمة في الأسواق العربية مختلفة سواء في شمال أفريقيا أو في مشرق العربي أو في مضيق باب المندب وتواجدها في هذه المنطقة فلذلك بقيت علاقة اقتصادية بائعة وشاء الولايات المتحدة لا يوجد لديها تحفظ حول البيع إلى الصين كميات نفط أو العلاقة معها من هذا الجانب ولكن ترفض أن تتحول هذه العلاقة فيما بين الدول الحليفة لها في المنطقة مع الصين كعلاقة تحالف استراتيجية ونحن نرى أن الخلاف الصيني الأمريكي يركز على القضايا الاستراتيجية تايوان والإيغور والتيبت والهونغ كونغ وهذه كل قضايا استراتيجية يستخدم فيها بعد حقوق الإنسان في بعض الأحيان كجانب ولكن الأربع نقاط المرتكزات الأساسية في الخلاف الأمريكي الصيني أنا بالنسبة له هي اقتصاديا تكون في سعر الصرف مستوى النمو لأن الصين تحتاج إلى مستوى نمو ما بين 7% إلى 8% البروتكشنزم الحمائية والباسيفيك سيكوريتي وفي هذه الأربع القضايا الرئيسية يظل كلها مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية وسياستها تجاه الصين وبحر الصين والأمر المرفوض بالنسبة للولايات المتحدة هو توسع الصين في بحر الصين في اليابان وكوريا واستراليا المناطق التي تعتبر حليف رئيسي الولايات المتحدة واضح طب ابقوا معي ضيوفي الكرام فاصل الأخير في هذه الحلقة نعود بعد ذلك للنقاش ما هي ملامح العلاقات الأمريكية الصينية في المستقبل بعد هذه القمة هل نتحدث عن تهدئة؟ هل نتحدث ربما عن محطة أخرى من التصعيد؟ فاصل ثم أعود لما تبقى من النقاش ابقوا معنا شهدت العلاقات الصينية الأمريكية توترا خلال فترة الرئيس دونالد ترامب الذي أطلق حربا تجارية في سعيه لاحتواء الصين فماذا عن بايدن وما الذي يختلف بينهما؟ نتابع التفاصيل عندما كان الرئيس جو بايدن يتقدم في حفل التنصيب لإعلان القطيعة مع سياسة سلفه دونالد ترامب تحت شعار دبلوماسية أولا بدل أمريكا أولا كانت حاملة الطائرات الأمريكية فيودر روزفيلد قد واصلت إلى بحر الصين الجنوبي في رسالة تبدو اليوم في رأي متابعين أقرب إلى بايدن من ترامب أو حتى إلى عقيدة جديدة تتجاوز الرئيسين ولعلى الصين حينها كانت تدرك ذلك تماما حتى عندما كانت تكيل مديحا بدأ أقرب إلى البروتوكول لحظت أن رئيس بايدن شدد مرارا وتكرارا في خطاب تنصيبه على كلمة الوحدة أعتقد أن هذا هو بالضبط ما تتطلبه العلاقات الصينية الأمريكية الحالية ففي سنوات الأربع الماضية كما رأيتم أطلق بعض السياسيين المناهدين للصين في الولايات المتحدة كثيرا من الأكاذيب من أجل مصالحهم الخاصة وحردوا على الكثير من الكراهية والانقسام بعد شهر من أول مكالمة هاتفية بين الرئيسين تضع واشنطن شركة هوابي على قائمتها السوداء وتفرض عقوبات على أكثر من عشرين مسؤولا صينيا في قضية احتجاجات هونغ كونغ وأوضاع الإيغور في شينيان ومع حلول الثامن من أبريل تكون سبع شركات صينية أخرى في مجال التكنولوجيا الفائقة على قائمة العقوبات ويكون قانون المنافسة الاستراتيجية قد صنى لمواجهة بيكين قبل أن يوسع بايدن في الثالث من يونيو نطاق حضر الاستثمار الأمريكي في شركات الدفاع والتجسس هناك ولم تشفع ثالث محادثات تجارية بين البلدين في عهده في العشر من يونيو في تهدئة التصعيد كما لم تكن محادثات وزير خارجيته أنتوني بلينكين مع كبير الدبلوماسيين يانج شينشي في اليوم التالي سوى لنقل عبارات القلق الأمريكي من تطورات الوضع في هونغ كونغ وشينجيان وتايوان وحتى من صير التحقيق في مصدر جائحة كورونا في التاسع من يونيو ثلاث وعشرون شركة صينية أخرى على لائحة العقوبات وبعد خمسة أيام يصدر قانون يحضر صادرات مقطعات شينجيان ثم وميض أمل في السادس من أكتوبر اتفاق على العقد قمة يستبقها اليوم الرئيس الصيني برسم خطوط تصوره العريضة علينا أن نتطلع إلى المستقبل ونمضي قدما وأن نرفض ممارسات التمييز وإقصاء الآخرين محاولات رسم الخطوط الأيديولوجية أو تشكيل دوائر صغيرة على أساس جيوسياسية ستبوء بالفشل لا يمكن ولا ينبغي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ أن تعود إلى المواجهة والانقسام في حقبة الحرب الباردة بعد نحو عشرة شهور تقول وسائل إعلام أمريكية إن بايدن حقق حتى الآن ما لم يحققه ترامب طوال فترته الرئاسية ولعل الرهان الوحيد في رأيها أن يستمر الرئيس الأمريكي في سياسته من دون أن يبدو نسخة عن غريمه السياسية أعود الآن لاستئناف هذا النقاش وأقول لضيوف الكرام بأن وقتنا محدود في هذا الجزء فأتمنى إجابات سريعة أبدأ مع سيد جوزيف من واشنطن وسائل إعلام الأمريكية ترى بأن بايدن كان أكثر تشدد بالمقارنة مع ترامب إذا الصين هل الأمر كذلك؟ جزئيا نعم وفي أغلبية المسائل كان يتبع السياسة الترامبية وهذا يضهش هنا الآن ولكن هذا ربما اعتراف بمدى نجاعة سياسات ترامب تجاه الصين ولكن الآن نحن ضهشنا وفوجئنا بهذه الخطوة طيب أنا أسأل أيضا ضيفي من لندن سيد شين لو هل سنشهد أي اختلاف حقيقي في سياسة الصين بعد هذه القمة مع الرئيس الأمريكي؟ إن القادة الصينيين لطالما كانوا يشككون في هذه التغييرات وهذه القمم ولكن هناك قيم رمزية الآن من هذه القمم ربما تتمثل في عدم الاتجاه إلى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وربما الصين تود أن تنضي قدما في هذه الاتجاهات ربما لن تستاء العلاقة بهذا الشكل الكبير ولكن تحضيرا للمستقبل هنا أيضا أسأل دكتور عبد العزيز بن سقي ضيفي من جدة هل سنرى نتائج أولية ربما في منطقتنا العربية والدول الجوار في أعقاب هذا اللقاء الصيني الأمريكي؟ هل من نتائج مباشرة ربما وفي أي ملفات تعتقد؟ أنا ما أعتقد راح يكون في نتائج مباشرة وسريعة في الوقت الحاضر لأن القرارات كثيرة منها تحتاج إلى وقت على سبيل المثال أنا دائما كنت أقول أن الصين لها علاقة جيدة مع الحكومة الشرعية في اليمن ولا تمتلك أي علاقة مع الحوثي ولكن لا تريد أن تلعب دور في فرض على إيران دور معين فيما يتعلق بتهديئة الوضع في اليمن وحث إيران على الخروج من اليمن ومن دعمها للجماعات المسلحة زي الحوثي لأنها أيضا ترفض دعم الانفصاليين لديها التبت ولديها الإيقور ولديها مشاكل أخرى ثانية فالمفروض يكون عندها هذا التوجه لكن لا أعتقد أننا سوف نرى هذا التحول السريع في السياسة الصينية في المنطقة وبشكل كبير طب أيضا أسألك سؤال آخر دكتور عبدالعزيز هنا أسألك سؤال حلقتنا الأساسي كان السؤال هل تصير نتائج قمة جو بايدن وشي جيم بينك بصالح الصين أم الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد يمكننا متابعة النتائج الآن 25% قالوا الولايات المتحدة الأمريكية و75% قالوا الصين بحسب مشاركاتكم أي الجمهور معنا أسأل حضرتك بوجهة نظرك هذه القمة صبت في صالح من؟ أنا أعتقادي في صالح الطرفين لكن يمكن ربما الصين أكثر من الولايات المتحدة ولكن الهدف منها هو خفض التوتر وعدم التصعيد لأنه ليس هناك أي مسرحة طرفين من المواجهة ولكن شعار الدبلوماسي الذي رفع الرئيس بايدن سوف هو الذي يسود بمعنى الحوار واستخدام الصوفت سيكوريتي كوسيلة أفضل من المواجهة طب عن خفض التصعيد في المنطقة أيضا أسألك الدكتور عبدالعزيز وهذه المساعي خفض التصعيد في المنطقة بملفات مختلفة ونتحدث ربما عن سياسة أمريكية انسحبت من المنطقة لأنها تركز على الصين وتركز على روسيا خفض التصعيد أين سيظهر في هذه المرحلة؟ في أعقاب طبعا هذه الأقلاء أنا في اعتقاد الولايات المتحدة لم تسحب من المنطقة وإنما هي إعادة تشكيل تواجدها العسكري لأنه لديها قدرات عسكرية كبيرة لا تحتاج أن تكون موجودة على الأرض مثل ما كان الوضع في التسعينات في السابق ولكن خفض التصعيد هو بمعنى في العراق التصعيد مع إيران لأنها ستعود المفاوضات على البرنامج النووي في أواخر شهر نوفمبر في فيينا وهذا الهدف الأساسي منه خفض التصعيد والوصول إلى حلول وأيضا الولايات المتحدة لا تريد إيران أن تندفع إلى منظمة الشانقهاي التي تتزعمها الصين وروسيا لأنها تريد أيضا أن تبقى في توازنات مهمة جدا فيما تعلق بأمن المنطقة وأهميتها حلفاءها يعتمدون على الطاقة من المنطقة أكثر من 65% من الطاقة من دول الخليج تصدر إلى حلفاء الولايات المتحدة في شرق آسيا وهذه نقطة مهمة جدا لها شكرا جزيلا لكم جميعا أشكرك من جدة رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن سقر شكرا جزيلا لحضرتك من لندن أشكر كبير المحاضرين في العلاقات الدولية والدراسات الأسيوية الحديثة سيد شين لو شكرا جزيلا لك أدن أشكر من واشنطن مسؤول المكتب الصيني في وزارة الدفاع الأمريكية سابقا سيد جوزيف بوسكو شكرا جزيلا لك نعود الآن لمتابعة مشاركتكم في الإجابة عن السؤال استطلاعنا السؤال كان هل تصير نتائج قمة جو بايدن وشي جيم بينغ في صالح الصين أم الولايات المتحدة الأمريكية إذن بحسب مشاركاتكم 13% قالوا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية والباقي قالوا لصالح إذن الصين إذن وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من على الحدود خصصنا هذه الحلقة للحديث عن هذه القمة الافتراضية التي حصلت بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي وركزت هذه القمة بطبيعة الحال على القضايا الخلافية بين الجانبين ولكن لم يتم التوصل ربما إلى نتائج واضحة والأهداف لم تكن واضحة إلى الآن فالكل يمزال يتساءل هل فشلت هذه القمة أم لا إذن يجب علينا الانتظار لمعرفة نتائج هذه القمة في ربما الأيام والأسابيع المقبلة شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء